اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين كلنا عايزين نعرف ايه التوقعات اللي ممكن نلاقيها خلال الفترة اللي جاية لكاسة دولة عربية او حتى للعالم كله في الشهور الاخيرة من عام 2021 وكمان 2022 او بدايتها النهاردة هنتكلم عن توقعات الدكتورة مها عطية التوقعات دي مهمة جدا وفي نفس الوقت بتوضح حاجات خطيرة قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك والتفعيل الجرس وكمان تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو هنبدأ مع بعض دولة دولة اول دولة تكلمت عنها الدكتورة مها عطية هي فلسطين قالت ان السلطة البطنية الفلسطينية هنشوف فيها تغيير جديد داخل المنظمة اسمها منظمة تحرير فلسطين هيكون بشكل جديد وفي قانون جديد وزهور اسماء جديدة وهيتم الافراج عن اسماء كثيرة من منظمين فلسطينيين في الفترة القادمة اما عن دولة مصر هيكون للرئيس السيسي والجيش المصري كلمة الفصل ولما نقول كلمة الفصل يبقى فيه قرار مهم او فيه حاجة مهمة تحصل المهمة هيكون لهم كلمة الفصل على الارض الواقع والجيش المصري سيكون معارك شارسة خصوصا على الارض سينة لكن ما تكلمتش خالص بالنسبة لسد النهضة او علاقتنا مع السيوبي هتبقى عاملة ازاي ما ذكرتش اي توقعات اما عن المملكة العربية السعودية قالت ان الاقتصاد السعودي شايفها بيعلى وبواتيرة سريعة جدا وشايفها فيه تطور كبير جدا بيحصل في المملكة خلال المراحل اللي جاية واكبر من المراحل كمان السابقة بالنسبة لامريكا كل فترة بنسمع انها بتقعد تضغط على السعودية وخصوصا على ولي العهد محمد بن سلمان ومسكة دايما كارت قضية مقتل خششجي للضغط على ولي العهد محمد بن سلمان ولكن ولي العهد الحقيقة عنده اكثر من حل واكثر من رد فامريكا مش هتعرف تضغط على السعودية باي طريقة بالنسبة لفيروس كورونا وفيه ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع انا هقول الكلام اللي قالته مها عطية ومش على مسئوليتي انا الشخصية كلام ده كلام الدكتورة مها عطية علشان انا مليش دعوة بموضوع انك تاخد اللقاح واو ما تاخدوش دي حاجة بتاعت حضرتك لكن روها عطية بتقول بالنسبة لكورونا هي عبارة عن لعبة وموضوع الاخبار والموجة الرابعة والكلام اللي بنسمعه ده كله لعبة للتصارع في اخذ اللقاح الثاني او اخذ التطعيم الثاني وهنسمع عن موجة عنيفة جدا وجديدة وزيادة في اعداد الاصابات والوفيات اشد بكثير من السابق وهتستمر الاخبار دي لمدة شهرين وبعدين هتبتدي تنتهي ومش هنسمع عنها حاجة ولا كأنها كانت موجودة وكل هذا التسريع او كل هذا الرعب عشان عشان الناس تتسرع بسرعة وتاخد اللقاح واللي اخد اللقاح ولما اخدش انا ما اعطاها بتقول ده رأيها ان هذا اللقاح ولا بيفيد بشيء الموضوع هياخد له شهرين او تلاتة لغاية شهر 12 وبعدين كده مش هنسمع حاجة تانية عن كورونا او بتخص كورونا بالنسبة للدولار الدولار هيرجع ده توقعاتها لدولة لبنان الدولار هيرجع لمكانه مثل السابق ولكن مش بنفس التثبيت اللي كان عليه قبل الثورة وهيكون فيه مد وجزر وعدم استقرار لغاية شهر يناير 2022 والاسف عدم الاستقرار ده هيفضل موجود لانه تابع للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البنان لو حصل استقرار اكيد سعر الدولار هيستقر وهيزبت لكن لو فضلت السياسة في البنان على هذا او على هذه الوطيرة هيفضل الدولار بيعلى جدا وبينزل جدا وايضا الاختيالات والتفجيرات مستمرة ودايما هنشوف مناوشات حدودية ولكن بطمن كل اللبنانيين ان مش هكون فيه اي حرب مجرد مناوشات حساسة وتوتر في العلاقات ولكن مش تدرجة توصل لحرب اما عن دولة تونس قالت تونس في حرب شارسة جدا ولكن بعد سلسلة او سلسلات من الدم في الفترات اللي جاية للأسف وكل ده بسبب ان الامارات بتحاول الدخول على خط تونس ومحاولتها للسيطرة على تونس ولكن الرئيس التونسي سيكون له كلمة فصل وظهور حلول ان شاء الله عمتا بتقول انا متخوفة على المغرب العربي كاملة سواء المغرب او تونس او الجزائر ده كلام الدكتورة مه عطية وكمان بتقول ان شايفة فيه توجه من مخابرات المصرية مخابرات الاردن ومخابرات التركية نحو روسيا بحكم ان روسيا بتخوض السيطرة الجديدة بينها وبين الصين للسيطرة على كل مصالحهم بالخارج والسيطرة دي جاد بعد رجوع طالبان للحكم في افغانستان واصبحت روسيا الان لها كلمة الفصل في اعادة وترتيب الاوراق في سوريا لان الرئيس الروسي بوتن له ضغط على ايران والصين والتحالف والجلوس على طاولة المفاوضات ده من شأن روسيا اما بالنسبة للدول الاوروبية فبتقول انا متخوفة على فرنسا وايطاليا وبريطانيا مرة تانية فرنسا ايطاليا بريطانيا شايفة فيهم تغييرات كونية وارضية يعني شايفة فيه تغيير في التدريس من رب العالمين يعني شايفة فيه حاجات على مستوى الطبيعة او غضب الطبيعة تحصل في تلك الدول ومن جهة اخرى هيكون فيه برضو حرائق مفتعلة لكن الوضع مش مطمئن لفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكمان اتكلمت على ان تركيا في وضع متأزم اما عن سوريا الحقيقة هو التواقع الايجابي اعادة الاعمار ورجوع النازحين وضخ الاموال واعادة الاستثمارات في سوريا وكل حاجة او كل شبر اتاخد من ارض سوريا هيرجع تاني لسوريا والتواقعات اللي احنا قلناها دي كلها الدكتورة ماها عطية او باقعة الامل بتقول انها من الان حتى شهر واحد او اتنين حتى شهر واحد واثنين الفين اتنين وعشرين مرة تانية التواقعات دي من دلوقتي لغت شهر واحد او اتنين الفين اتنين وعشرين بكذا نكون انتهينا شكرا لوجودكم معنا واستنونا فيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار توقعات مهمة وخطيرة زي ما انتوا شايفين وكان لازمة ان احنا نعرضها عليكم اه ما تنسوش بس تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وكمان تتابعونا في كل جديد بينزل على القناة ولو اعجبكم الفيديو اضغطوا شير ولايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وكمان حاب اشكر كل الناس اللي بتكتب تعليقاتها السلبية او حتى الايجابية منهم الفيديو اللي كنا منزلين الصبح الساعة 8 بركان بيولع ودولة عربية تتبرق اه من دي من الناس اللي كتبت التعليقات تعالى نشوف مع بعض في الفيديو ده هناخد اقدم تعليق او اول تعليق نزل في القناة من الاستاذة عدرة من الجزائر بتقول الحمد لله على كل حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا وقالف شكر العفو يا استاذة عدرة صعود الحسين سالم وايضا مختار الشجاع واخت سليحة تحياتي اليك حبيبات الغالية وشكرا على القراءة واحلى لايك سليحة من الجزائر مرسي جدا يا استاذة سليحة وجونس ماس بيقول انتغلطتي لما قلت طيارتين مملوكين للقاعدة ولكن هما طيارات هايجاكد او اتغدت يعني هايجاكد يعني القاعدة نزلت اخدتهم من امريكا من المطارات عن طريق الهابيين القاعدة حضرتك مش هتفرق الطيارات دي متاخدة من مطارات امريكا ولا حتى القاعدة عندهم هما الطيارات دي المهم ان الموضوع حصل وللأسف مات بسببه كتير جدا شكرا على التوضيح برضو يا استاذ جونس ماس عماني كول بيقول نعم في تخطيط قديم فتح ملفات 11 سبتمبر لطورية المملكة العربية السعودية الله يحفظ المملكة من اياد العابسين طبعا اللي هما امين ما فيش دولة عربية اولا هتبقى عايزة تعمل عملية ارهابية زي كده انه هيخافوا لان لو امريكا عارفت ان انت او انتي او اي دولة السبب فيه هذه العملية مش هيسكتوا لا هيموتوا الاشخاص لا هيبتدوا يستعمل الدولة فما فيش دولة هتبقى عايزة تضرب دولة تانية اما اختي من العراق الغريب الغريب صباح الخير والنور والسرور على الجميع مشكور يا استاذ على مجهودك اتمنى لك التوفيق ربنا يخليك يا جميلة الامل الخليج صباح الخير والسعادة والامل تمنياتي لكم بالتقدم والنجاح شكرا جدا يا استاذة امن عندنا ميرفت ايوب صباح الفل مساء الاخبار صباح النور عليك جولدن بياترس بتقول صباح الخير للجميع من دولة الجزائر صباح النور وصباح الخير على كل اهل الجزائر زياد العباس السعودية جبل ميهز كريح جبل شامخ طبعا دولة عربية كبيرة ودلوقتي بنشهد بانها بتحقق بتحقق تقدمات وتطورات رهيبة جدا من الفتاحات كننا عمرنا ما سمعنا انها تحصل في السعودية مناير فرج اهلا بحضرتك طبعا زياد بيقول جديدة اوي طيارتين طبعين للقار الاولى جديدة لحاجة الموضوع من زمان يعني مش فاهم حضرتك تقصد ايه دليلة السلام عليكم 11 سبتمبر 2001 هو يوم انفجار البرجين ايوة فندم فعلا لكن بيتم تحقيق الموضوع تاني وفتح ملفات سرية بعد الانفجار بحوالي 20 سنة ابو الخير الحلبي بيقول نعم جرائم ابو من شار مش فاهمة يعني ايه موديع من اليمن صباح الخير ان شاء الله كله بخير الله يعطيك العافية ربنا يخليك يا موديع وكمان في اكاونت باسم ان سومير مغنية مغنية اعتقد بيقول او بتقول ان السعودية بريئة من اكاذيب الماسون الامريكان وهذه الاتهامات كلها وراءها الابتزاز والطمع في مال السعوديين اللي هم اجعل اعداء المسلمين في كيدهم فعلا هم موجود الموضوع كله عبارة عن ابتزاز زي بالزبط ما عملوا كده في العراق واتهموا ان العراق فيها مواد كيميائية ومواد نووية واسلحة دمار شامل وفي الاخر بعد ما طلعوا يعني سرقوا العراق ودمروها ودمروا الشعب ودمروا السياسة ودمروا كل حاجة بتلعت تقارير من عقر دارهم زي ما بيقولوا بتلعت الكلام غلط وما كانش فيه اي حاجة ولكن امريكا لا تجرق انها تقول ان ده كان غلط علشان هيبقى شكلها عمل ازاي قدام العالم وايضا قالت ان 11 سبتمبر لا دخل له مع الاسلام ولا بن لادن ولا العرب المسلمين كل مصائب وهاب الارض من بني صهيون المليون اللي زينت تحدون حدود الله هي بتقول الموضوع كل ما نوش دعوا بن لادن ولكن اسرائيل كانت هي السبب وفيه ناس كتير بتقول فعلا اسرائيل هي السبب لان الانفجار ده او التفجير ده كان حاصل يوم السبت وكان اليهود كلهم معروف بياخدوا اجازة السبت فما كانوش موجودين في البرج لما اتفجر ففيه ناس كتير بتقول ممكن يكون هما السبب او امريكا اصلا انا قيلة كده مبارح هما عاملين اللعبة دي عشان ياخذوا الدول العربية بص الحقيقة الله اعلم مين السبب ولكن كانت حدثة فضيعة ونتمنى عدم حدوثها لأي دولة في العالم حتى لو كنا ضد هذه الدولة وضد السياستها احنا مش بنتمنى غير الخير للكل شكرا لوجودكم معانا اردت كل التعليقات اللي موجودة وردت على كل الاسئلة استنونا في فيديوهات اكتر على قرارات مساء الاخبار واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو مهم جدا باذن الله هيبقى الساعة عشرة شكرا واشوفكم بخير